كرة طائرة سيدات بعد أن حصدنا لقب السوبر المصري الأول في التاريخ الأول قام إنما النادي الأهلي هو أو يعني أقيم أول مرة في التاريخ النادي الأهلي يحصل على اللقب الأول أو أول مرة يعني يقام هذه البطولة النادي الأهلي حصل عليه بعدها خدوا راحة كبيرة الفريق ولكن بعد كده كابتن حمد الصافي المدير الفني جمع الفريق وبدأ يرفع الأحمال استعداداً لاستئناف الدوري مرة تانية مهم جداً نحن نخرج من حالة الفوز والفرح إلى حالة الاستعداد ورفع التركيز الفني والبدني عشان نستعد الاستئناف المباراة اللي هكون بأي حال من الأحوال مش سهلة نادي الزمالك عمل فرقة جيدة ولكن إحنا هنا بنتكلم على النادي الأهلي فريق كويس فريق سكواد يعني جيد محتاج الاستعداد ومحتاج يكون على أهب درجات الاستعداد طبعاً بيتمرنوا في صالة الشهداء بالتدريب العادي في مقر نادي الأهلي بالجزيرة والبدني بيبقى فيه جزء منه إما في الجيم وإما في تراك مالك الكرة في مختار تيتش الحقيقة يعني نتمنى هذا التوفيق للتوفيق لهذا الفريق الحقيقة اللي هو بيضم نجمات مصر النهاردة بس ينقصهم شوية هارموني شوية مطشات زيادة وده هتيجي مع الوقت بإذن الله حتى بإذن الله يحفظوا على لقب الدوري اللي احنا دايماً مفضل لنا وكالعادة كرجال وسيدات أكتر في رئتين حصد للألقاب في كرة الطائرة كرة الطائرة تنافس كرة القدم في أرقامها في النادي الأهلي